استقوى للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية وفدا برلمانيا بريطانيا برئاسة السيد نيكولاس سوماز وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة ومعالي الشيخ طلال بن محمد آل خليفة نائب وزير الداخلية وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وقد رحب معالي الوزير بزيارة الوفد البرلماني البريطاني إلى مملكة البحرين للمشاركة في القمة الأمنية الثالثة عشر حوار المنامة 2017 منوها إلى أهمية ما يتم طرحه من قضايا وموضوعات تتعلق بمكافحة الإرهاب والشراكات الأمنية في المنطقة والتحديث الدفاعي في الخليج وأطلع معالي الوزير الوفد البرلماني على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن وتأمين السلام العامة لجميع المواطنين والمقيمين في ظل المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعى وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة والتي تجاوزت المائتي عام كما تم بحث مجالات التعاون وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من جهتهم أكد أعضاء الوفد البرلماني البريطاني أن مملكة البحرين والمملكة المتحدة تجمعهما علاقات قوية وفريدة من نوعها منوهين إلى أن امتدادها لما يزيد عن المائتين عام ساهم في عمق ومتانة هذه العلاقات والتي مكنت البلدين الصديقين من معالجة الكثير من المشكلات على الصعيدين الإقليمي والدولي وكذلك مجابهة التحديات في المستقبل كما أبدأ أعضاء الوفد البريطاني اهتمامهم بتطوير التعاون الأمني بين البلدين